ربما يتذكر بعضكم هذا التمثال الفلاحة المصرية الموجود أمام أكاديمية الفنون بالجيزة طبعا لم يكن منظره هكذا عندما تم تصميمه ونحته من قبل الفنان المصري فتح محمود لكن إعادة دهانه أدى إلى ما ترونه وبالطبع موجة سخرية واسعة انتشرت بسبب ذلك الجدل والاستياء الذي أثرته صور التمثال بعدما انتشرت على منصات التواصل أدت إلى تدخل وزيرة الثقافة المصرية وتكليف لجنة متخصصة بإعادة دهانه وتنظيفه مرة أخرى ليبدو هكذا لكن هذا التمثال ليس الوحيد للفلاحة المصرية بيد الفنان فتح محمود التمثال الآخر هنا عند مدخل مدينة الحوامدية التي ترحب بكم في هذه اللافتة وهذا هو التمثال الصغير الزميل عبد البصر حسن مراسل بي بي سي بالقاهرة التقط هذه الصور وهو من سلط الضوء على هذه القضية قضية التمثال الفلاحة ربما لا تستطيعون رؤية هذا التمثال جيدا لكننا سنقرب لكم الصورة هذا هو التمثال كشقيقتها من أكاديمة الفنون لم يكن هذا شكلها الأصلي بل تم إعادة دهانها على هذا النحو الذي رأاه الكثيرون مخجلة إذا اقتربنا إلى وجه التمثال فنجد أنه تم طلاء لون الشفاه باللون الأحمر الصارخ وتم تسويد هذا جزء من الرأس ليبدو كشعر شعر الفلاحة وإذا نظرنا إلى جسمها سنرى أن أحدى ركبتيها هذه هنا تم طلاؤها باللون الذهبي فبدت الفلاحة وكأنها جالسة على الطريق على الجادة بركبة عارية كذلك قدميها إذا كان قدميها هذه القدم ونصف قدم هذه مكسورة ذهبيتاء اللون أيضا كثير من التعليقات حول ما حدثت تمثال هذه عين صغيرة منها كتب زكي يقول الفلاحة المصرية لا تعري أي جزء من جسدها فهذا عيب وحرام وكأن تغطية الساق الأخرى أفضل كما وكان طبعا تغطية الساق الأخرى أفضل هنا يوسف يقول الفلاحة المصرية طول عمرها مظلوم ومتبهدلة تستكمل المسلسل للأسف أماني خليك كول مودرند النسخة الحديثة من الفلاحة المصرية بكحل وأحمر شفايف والبانا وبعدين لازم يبقى فيه إغراء ركبة وطبعا هذا الوضع أدى إلى هذه التصريحات بعد الجدل الذي أثير قالت وزارة الثقافة لبي بي سي تم تشكيل لجنة لبحث الأمر بالتنسيق مع محافظة الجيزة التي يوجد بها تمثال وتقوم بزيارة ميدانية لتفقدها ومحاولة إصلاح الوضع للأسف هذه ليست المرة الأولى التي يساء فيها طلاء تمثال الفلاحة في الحامدية في عام 2014 كان هناك هذا التمثال دهنة حينها باللون الأخضر